أهلا بكم من جديد رئيس سيسي منذ قليل وجه رسالة تنبيه للمصريين بعد تزايد الأعداد أعداد الإصابة بالكورونا الرئيس كان فيه اجتماع مع سيد رئيس الوزراء دكتور مصفى مدبولي ودكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي ودكتور هالة زايد ووزيرة الصحة والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية وكان بيستعرض يعني هو رئيس بيحب يطمن كل شوية على ما هو الوضع في قضية الكورونا دخلنا الموجة التانية ولا لا بيستعرض الوضع الوبائي الحقيقة كلام الرئيس كان مهم وكان واضح للناس يا جماعة الوباء لا يزال مستمرة لسه الوباء موجود الحرص لازم يكون مستمر الإجراءات اللي تكلمنا عليها لازم تفضل مستمرة ما تخلوناش احنا اتخذنا إجراءات في الفترة الماضية مش عايزين نكررها قدرنا ان احنا نحقق توازن التوازن ده ناس كتيرة كان بتلومنا عليه كان بتقول انتوا لازم تعملوا اغلاق كامل انتوا دولة ما عملتوش اغلاق كامل بس احنا دولة لا نتحمل اغلاق كامل اقتصادنا لم يكن يتحمل اغلاق كامل وبالتالي كان في بعض من التوازن وتوازن كان حذر جدا وانا اذكر جيدا ان دكتور محمد العريان مثلا وعدد كبير من الاقتصاديين لما استضافتهم قالوا ان هذا التوازن كان توازن مهم جدا وان العالم كله كان بينظر لهذا التوازن اللي كان فيه كثير من الحذر والقلق ازاي نخلي حياة الناس مستمرة واكل عيشهم وما نقدرش ان احنا نقفل اكل عيش الناس واشغلهم وازاي ان احنا نحافظ على صحتهم الناس تقولك لا والله هي صحتنا كان اهم كتير وكان لازم نقفل كل حاجة بس احنا عندنا اقتصاد وعندنا ناس بتشتغل باليومية وعندنا ناس فيه اعمال غير منتظمة فالتوازن ده كان صعب جدا وكان مخطرة كبيرة لكن الحمد لله قدرنا ان احنا نعبر من الموجة الاولى باقل خساير معدلات النمو الاقتصاد المصري تعتبر من الافضل في المنطقة لكن برضو معدلات النمو ترجعت